موسيقى نشط الأخبار من بيروت اليوم أهلاً وسهلاً بكم إليكم أبرز العنوين هدوء حذر يخيم على عاصمة الشمال وتضارب في شأن أعداد القتل الذين سقطوا في تلكلخ السورية الرئيس سليمان يدعو شباب لبنان إلى عدم التورط في مغامرات أمنية أو عسكرية داخل لبنان أو خارجه الطائرات السورية تدك مناطق في ريف دمشق وأخرى قريبة من طريق المطار والقوات النظامية تعود إلى حقل نفطي في شرق سوريا بعد انسحابها منه الأسير حزب الله وأمينه العام خصوم سياسيون ونصر الله يريد قتلي للسبب نفسه الذي قتل من أجله الحرير والحسن انتخابات تشريعية في الكويت للمرة الثانية في غدون عشرة أشهر والمعارضة تقاطع لم يحجب الهدوء الحذر الذي تنعم به عاصمة الشمال حتى الآن حال الاحتقان في المدينة غد تشيوع نبأ مقتل عدد من أبنائها في كمين للجيش النظامي السوري في تلكلخ وفيما تضاربت الأنباء في شأن أعداد الذين سقطوا على الأراضي السورية دع الرئيس سليمان شباب لبنان إلى عدم التورط في مغامرات أمنية أو عسكرية داخل لبنان أو خارجه في هذا الوقت يدك طيران السوري مناطق في ريف دمشق وأخرى قريبة من طريق المطار كذلك أعدت القوات النظامية أدراجها إلى حقل نفطي في شرق البلاد في أعقاب انسحابها منه في مصر الأزمة على شدها إذ يحشد اليوم الأخوان المسلمون والتيار السلفي لمليونية دعما للرئيس المصري وتأييدا للدستور الجديد نبدأ من أجواء عاصمة الشمال وتنضم إلينا مباشرة من هناك الزميلة بيرنا نعم جديد بيرنا هدوء حذر يخيم على عاصمة الشمال اليوم في ضل تضارب في شأن أعداد القتلى الذين سقطوا كيف تبدو عاصمة الشمال اليوم؟ صحيح شانطل إذن كما ذكرت هدوء في عاصمة الشمال في طرابلس وتحديدا في منطقة باب التبيني وفي جبل محسن هناك حالة من ضبط النفس يمارسها الأهالي هنا لعدم تدهور الأوضاع أو لعدم حصول أي تشنجات إضافية فيما يتعلق بالحادثة شانطل تتضارب المعلومات جدا حول هذه الحادثة فالبعض هنا يتحدث عن أن عدد شبان يتراوح بين 18 و25 شخص دخلوا إلى سوريا من منطقة باب التبيني المعلومات إذن حول العدد تتضارب أيضا حول ما حصل في الداخل وحول ما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة فالرواية التي أخبرنا بها الأهالي تقول بأن عدد من الشبان وبصورة فردية ذهبوا إلى سوريا لنصرة الشعب السوري كما يقولون الأهالي وفي طريقهم إلى سوريا تعرضوا لكمين من جيش النظام السوري إذن هذا الكمين أيضا تتضارب المعلومات ما إذا كان على الحدود في حمص أم في القصير أم في تلك الأخ لكن الأكيد أن هؤلاء الشبان تعرضوا لكمين يقال أن عدد حوالي أربعة زبحوا منهم ويقال أن أربعة مفقودين أما الآخرين فهم مجهولي المصير البعض تمكن الأهالي من معرفة أنه لا يزال على قيد الحياة وتحديدا حسان سرور وحسين سرور فحسان سرور اتصل بأهله عند حوالي الساعة العاشرة وأخبرهم بأنه لا يزال على قيد الحياة لكن طبعا لا معلومات عن مكان وجوده أو بأي حالة هو أيضا يحكي على أن عدد من الشبان أصبح مع الجيش السوري الحر لكن طبعا لا معلومات جديدة للأهالي هنا حاولنا الاتصال بحسان لكن طبعا الرقم أصبح خارج الخدمة يعني لا يمكن أن نعرف مكان وجوده لكن بحسب معلمنا أنه بصحة جيدة أيضا بحسب معلمنا عبد الرحمن الأيوبي لا يزال على قيد الحياة بعد أن كان أهاليه يعني نعوه في ساعات الصباح الأولى لكنهم عدوا وعلموا بأنه لا يزال على قيد الحياة أيضا توجهنا إلى منطقة المنكوبين حيث هناك علي ديب فارق الحياة وقد وصل الخبر إلى أهاليه طبعا الأهالي اعتبروا أن ولدهم شهيد في سوريا وقال أنهم مستعدين لأي شيء من أجل نصرة الشعب السوري أما أهالي حسان الذين تبلغوا أنه لا يزال على قيد الحياة فسألناهم إذا كانوا يعني علموا في الأيام الأخيرة أنه زاهب إلى سوريا فطبعا الأهالي لم يكونوا على علم بأي خبر من هذا أنه فقط حسان وحسين بحسب معلمنا أتوا وزاروا الوالدة في منزلهم الواقع هنا على بعض أمتار قليلة حيث أقف هم زاروا الوالدة وقالوا لها ترد علينا نحن رايحين وسامحينا هذا بحسب معلمنا والأم يعني أجبتهم بترد عليكم وألا معكم ومن بعد ما دخلوا الأراضي السورية علموا الأهالي أنهم كانوا في سوريا وتعرضوا لكمين إذن أما فيما يتعلق بعودة الذين لا يزالون على قيد الحياة فهذه معلومات طبعا يعني لا يعلمها أي مصدر وهي مجهولة بالمطلق لا يعرف مكان وجودهم ولا يعرف ماذا كانوا سيتمكنون من العودة إلى داخل لبناء طبعا الساعات المقبلة يعني ستكشف مصير هؤلاء الشبان أما فيما يتعلق بالأوضاع في طرابلوس فالأوضاع عادية جدا في طرابلوس حالة من الهدوء أما الحركة فهي جدا طبيعية في شوارع كما تشاهدون معي كل المحلات فتحت أبوابها والكل يزاول يعني مهنته وعمله بشكل طبيعي جدا ولا يوجد لا أطلاق نار ولا أي حال يعني أيضا من التوتر أو التشنج في طرابلوس نعم شانتال إذن الزميلة بيرنا نعم جديد سنعود إليك فور ورود أي جديد والآن نستمع إلى أبرز ما قاله أحد أقارب المفقودين من يومان اسمعني أنه روحوا يعني بس لحنا ما عرفنا قبل أنه زروا يحين ولا لا يعني منا يعرفين أنه عم يجهزوا حلوان أو شيء بس أنه صاروا قالوا لأمان أنه سامحينا وتردي علينا وهيك يعني مجرد أنه كلام عم تحكيه طب هنا رحوا يقاتلوا مع الشعب السوري يعني رحوا يدافعوا هلا أكيد يلي اللعب يصير أنه المجيزر اللعب يصير بالسورية وكذا ممكن الشعور إنسان يعني بتعرفي أحيانا ما عنده صبر ممكن شفع شيء ونقهر وزعل وإجا مين عطاوا وسيلة بس يخدوا على السورية أنه لأشغلها هنا يمكن راح مظبوط اتصلوا فيكن حسان وحسان وبعضهم طيبين مبارع الساعة عشرة بيتصر خي حسان بخي الكبير بيقلوا أنه أنا بخير وأنا هربت من الكمين يلي عملونا إياه بس ما عم نعرف أنا وين منو عرف حلو وين يعني في ولاد الضيعة فاق وحتى تلق أخي رفاعة بيساعدوا مشان يدروا يشيبوه يعني هو ضيق منو عرف حلو وين يعني هن يفروا من كذا نحيا هلا خي حسان التنين أخبار متواترة يعني منو معرفش عنه يعني حتى أخي حسان ما بيعرف هو وين وين نحن بنقول أنه أخي إذا سقط شهيد هو نحن نحسبه عند الله شهيد هو يدمه مثل دم أي مواطن سوري يقتل نحن دمنا فداء الإسلام هو راح كرمال يدفع عن أهل السنة والجماعة في سوريا نعم وهو كل مواطن سوري طبعا بس هدفه هو نصرة للثورة السورية لأطفالها التي شهدها تقتل وتذبح أمام أعين الإسلام والمسلمين والدول العربية الساكتة فقد قال يعني قال لي في أحد المرات اللي ما بال الدول الإسلامية والعربية تشاهد ما يحصل في سوريا وتسكت عما يجري للإضاءة أكثر على هذا الموضوع معنا عبر الهاتف القيادي في طيار المستقبل مصطفى علوش أهلا بك إلى نشرة أخبار بيروت اليوم يعني أولا أريد منك تعليق على هذا الموضوع وما حصل من انقراض للشباب اللبناني في ما يحصل في سوريا لا شك بأن هذه القضية المستجدة على مدى الـ 24 ساعة الماضية علقت بزلالها بشكل واضح على طرابلس ومحيطها وهناك وضع متشنج ومترقب بنفس الوقت بسبب الأخبار التي لم تصل إلى قرار حتى الآن وكنا منذ البارحة طلبنا الهدوء والتروي بانتظار جلاء حقيقة الأمور والوصول إلى تفاصيل ما حصل مسألة انقراض الشباب اللبناني بمواجهات في سوريا في الحقيقة مسألة كانت متوقعة في أي لحظة وفي أي وقت من الأوقات فهناك عدة أسباب فمن جهة هناك انقراض كامل لحزب الله للدفاع عن النظام الذي يقتل الشعب السوري وحس شعور بالمقابل من أبناء طرابلس والشمال ومن الكثير من اللبنانيين بأن نصرة المظلوم هي أيضا من الواجبات يعني هل أنت تبرر انقراض شباب طرابلس والشمال فيما يحصل في سوريا؟ أنا لا مسألة تبرير أو عدم تبرير أنا أوصف الوضع كما هو توصيف الوضع شيء والتبرير شيء آخر أنا أعتبر أن لبنان بأكمله يجب أن ينقى بنفسه من الناحية العسكرية عن الوضع في سوريا لأن الشعب السوري لا يحتاج إلى رجال بل يحتاج إلى دعم ودعم سياسي كما نفعل نحن أما مسألة الانخراط بشكل عشوائي ودون هدى فهذا ضرر للبنان وضرر للناس الذين يذهبون وربما يقتلون أو يجرحون هناك نعم أنا أبا سابق مصطفى علوش القياد في تيار المستقبل شكرا لك على هذه المداخلة في نشط أخبار بيروت اليوم في قصر بعبدة إطلاق الوثيقة السياسية الشبابية وسليمان يدعو إلى عدم التورط في مغامرات أمنية خارج لبنان أو داخله كي لا يصير مصير الشباب إما الخروج من السياسة أو الخروج من الوطن كان لابد من وثيقة سياسية شبابية لمعالجة المشاكل كافة اقتصادية كانت أم سياسية بهذه العبارات استهل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان كلمته في حفل إطلاق الوثيقة في قصر بعبدة في حضور رئيس الحكومة ووزراء ونواب وشخصيات وعدد من شبان وشبات لبنان رئيس الجمهورية أشار إلى الأزمة الوطنية الناشئة وفق رأيه من تعثر الحوار والعجز عن الوصول إلى مخارج للأزمات لا تكرروا ما فعله جيل الشباب قبلكم عندما انساق فصار وقود الحرب وضحية التسويات لا تتورط في مغامرات أمنية أو عسكرية في داخل لبنان وخارجه تحت عنوين أو لأجل أهداف غير متوافق عليها وطنياً سليمان جدد التشديد على أهمية الحوار داعياً إلى تبصر بما نحن فيه من قطيعة وانقطاع في منار الجوار تقترب والاستحقاقات المالية والدستورية تدهمنا وبما أننا نقترب من موعد الانتخابات النيابية التي سنصر ونجهد لإجرائها قد يكون من الضروري الضغط على الأقطاب والمرشحين بغية إنتاج وعي جديد يأخذ في الاعتبار احتياجات الجيل الجديد وتطلعاته كما لا بد لنا من أن نعمل على إقرار قانون عصري جديد ينسجم مع روح الدستور وعلى الدولة الاستمرار في الدفع والضغط من أجل توفير مساحة أكبر لإشراك الشباب في العمل السياسي والوطني من خلال وضع الآليات الضرورية للاقتراع اعتبارا من عمر السامنة عشر والترشيح من سن الواحد والعشرين وأكد رئيس الجمهورية العمل من أجل التخفيف من البطالة ومعالجة سلسلة الرتب والرواتب من دون أذن على القطاع المالي إلى جانب خلق فرص عمل جديدة في ضوء التنقيب عن النفط هذا وتحدث مشاركون في الحفل وأبرزهم وزير الشباب والرياضة عن أهمية الوثيقة السياسية الشبابية والأهداف التي ستحققها وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أعتبر في منتدى التعاون العربي التركي أن الحل في سوريا لا يتم إلا بالحوار وعدم التدخل في شؤونها إن النسفة ما زال مستمرا في سوريا الشقيقة وهي إحدى الدول العربية المؤسسة لجامعة الدول العربية وما تعانيه سوريا اليوم ينعكس سلبا على لبنان ودول المنطقة مما يسدع منا وقفة مشرفة للعمل معا على حل الأزمة في سوريا الذي لن يتم إلا عبر الحوار وعدم التدخل الخارجي العسكري والمالي والبشري واللوجيستي الذي أصبح مكشوفا أمام العالم كله والذي أدخل سوريا في أتون حرب مدمرة تهدد وتزعزع سيادتها وأمنها واستقرارها في الداخل السوري الاشتباكات والقصف يستمران قرب مطار دمشق الدولي والعرب يؤكد من اسطنبول ضرورة بذل مزيد من الجهود لوقف نزيف الدم في سوريا المعارك تتركز قرب العاصمة في محاولة من القوات النظامية لإحكام السيطرة على مداخلها كونها الملاذ الأخير للنظام وفي هذا السياق تتعرض مناطق في ريف دمشق وبعضها قريب من طريق المطار لغارات جوية وقصف كما تدور اشتباكات عنيفة مع المقاتلين المعارضين الذين اعلنوا ان العاصمة وجهتهم وافادت معلومات ان المعارضين اسقطوا مقاتلة ميغ قرب طريق المطار من جهة اخرى افاد المرصد عن قصف تتعرض له الاحياء الجنوبية للعاصمة اما في شمال البلاد في حلب فقتل عدد من مقاتلي المعارضة في اشتباكات مع مسلحين موالين للنظام على وقع استمرار اعمال العنف والقصف من جهتهم افاد المعارضون المسلحون بانهم يحاولون حماية المدنيين من قناسة النظام نحن هون الجيش الحر عم نحاول نمشي المدنيين لانه في نقطة عوارض تحت دم على الجيش النظامي الاختاب وما فيه السيارات وعم بمنعهم من المرور ولكن شو السبب نحن ما بنعه هو نحن نحاول قدر الامكان نمشي المدنيين وعم نمشي السيارات خوفا من خزائف الطب فوق السيارات هذا الامر بيؤدي الى ضحايا كثير في حمص تدور اشتباكات عنيفة في محيط مدينة القصير فيما تحاول القوات النظامية استعادة بعض الاحياء الخاضعة لسيطرة المقاتلين المعارضين اعمال العنف هذا تأتي عقب مقتل 122 شخصا الجمعة في المناطق السورية في اسطنبول يوقد اجتماع لوزراء خارجية 15 دولة عربية وتركيا في منتدى للتعاون تناقش خلاله قضايا اقليمية اهمها النزاع السوري الذي يؤثر على دول المنطقة لا تزال الاحداث الدمية في سوريا تحصف بامن واستقرار جزء عزيز من الامة العربية لقد سعد جامعة الدول العربية كما تعلمون منذ البداية لاحتواء الازمة قبل وصولها الى هذا المستوى الدموي لكن النظام السوري ضيع الفرصة تلوى الفرصة العربي اشار الى ان الجامعة العربية تعمل مع المجتمع الدولي والامم المتحدة من اجل وقف نسف الدماء في سوريا ومن اجل تخفيف معاناة اللاجئين الى دول الجوار السوري الرئيس المصري محمد مرسي تسلم مشوعة دستور الذي اقر بالامس فيما تنظم جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها تظاهرات حاشدة لدعمه وللوقوف عند تطورات المصرية المصرية ينضم الينا عبر الهاتف من القاهرة الزميل هشام مهران هشام اهلا بك اذا تظاهر مليونية يحضر لها في القاهرة ما هي المعلومات لديك وكيف تبدو الاجواء نعم يمكن القولة ان حالة الانقسام السياسي الحاد في مصر تصل الى زروتها اليوم في ميدان نهضة مصر المقابل لجماعة القاهرة هناك عشرات الالاف من المتظاهرين المنتمين للتيار الاسلامي ينظمون الان المليونية تحت شعار نصرة الشرعية والشريعة هذه المليونية دعت اليها جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس بالاضافة الى التيار السلفي الذي حقق هدفا رئيسيا له في مشروع الدستور باضافة مادة مفسرة للمادة الثانية في الدستور التي تنص على ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المقدر الرئيسي للتشريع نجح التلفيون في اضافة مادة مفسرة ان يكون تفسير كلمة مبادئ الشريعة ان تشمل القواعد الاصولية والثقية للشريعة الاسلامية وهو ما كان السبب الرئيسي في انسحاب ممثلي الكنائس المصرية الثلاث من لجنة الدستور باعتباره يفتقر الى مبدأ المواطنة حسب رؤية الكنيسة في صعيد مصر ايضا في محافظة اسيوت ينظم الاخوان المسلمين الثانية لمحافظات الصعيد الرئيس المصري محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين للمقرر ان يلتقي مساء اليوم مع اعضاء الجمعية التاسسية للدستور ليتسلم مشروع الدستور الجديد بالمقابل فان غالبية القوى السياسية والثورية التي تصف هذا الدستور بانه دستور منتصف الليل باعتبار انه تم اقراره في جلسة استمرت على مدى يومين وسط انسحاب لكل مبتل الطيار المدني والقوى السياسية يرون ان هذا الدستور يفتقر لمبدأ المواطنة والتوافق الوطني واعتصام مفتوح في ميدان التحرير دخل يومه نسع بمشاركة هذه المرة ومنذ يوم امس رموز وطنية مثل مرشحة الرئاسة التابقين حمدين صباحي وعمر موس رئيس حزب الدستور نشط السياسي الدكتور محمد البردعي بالامس في ميدان التحرير كان هناك ايضا عشرات الالاف من القوى المدنية الرافضة للاعلان الدستوري المحصن لقرارات الرئيس المشروع الدستور الجديد يتظاهرون ويطالبون باسقاط الاعلان الدستوري واسقاط الدستور الجديد الجبهة الانقاذ الوطني في مصر التي تضم غالبية القوى السياسية الان تهدد بتصعيد الاحتجاج الى التظاهر امام قصر الرئاسة ثم بحلول الثلاثاء القادم اذا لم يستجب الرئيس المصري فسيصعدون الاحتجاج الى درجة الاستيان المدني واحتجاب الصحف الحزبية والمستقلة وتسويد شاشات القنوات الفضائية الخاصة وقد حدد بالامس دكتور محمد البردعي عن نشط السياسي مطالب جبهة الانقاذ الوطني التي تضم غالبية القوى السياسية بالعودة الى ما قبل الاعلان الدستوري واعتبار مشروع الدستور فاقدا للشرعية وتشكيل جمعية تأساسية جديدة ولكن الرد جاء سريعا من حزب الحرية والعدالة اضراع السياسية للاخوان المسلمين بتصريح قالوا فيه ان الرئيس المسلم محمد مرسي لم يرحل الا بانقلاب عسكري مدعوم دوليا حسب ما قاله حزب الحرية والعدالة الاخواني نعم الزميل هشامهران شكرا لك على هذه الرسالة بعد الاعلان الاسير نصر الله يريد قتلي شدد وزير الداخلية مروان شربل في حديث بشأن الاعتصام الذي ينوي الشيخ احمد الاسير اقامته غدا على ان اغلاق الطريق الجنوب ممنوع منع باتا كذلك ظهور المسلح مؤكدا ان صيدة ستكون في عهدت الجيش من جهة اخرى اعلن شربل للديار انه سيدعو الاسبوع المقبل اناخبين وان الانتخابات ستجري بداية حزيرا في يوم واحد في كل لبنان على اساس قانون الستين واضاف لدينا امن من الجيش وقوى الامن الداخلي ومن الموظفين والاساتذة ما يسمح باجراء الانتخابات في كل لبنان اصف الشيخ احمد الاسير حزب الله وامينه العام بانهم خصوم سياسيون وقال لصحفة الجمهورية صوتي يزعج نصر الله لانه لم يرى جانبا سهلا او طريا من قبل وحماية الشخصية هي مسئولية الدولة لكن في حال عجزت عن قيامها بذلك فعندها لكل حادث حديث واضاف ان بعضهم في طائفة سنية يسأل كيف ان احمد الاسير لم يزل على قيد الحياة حتى الان واكد الاسير ان السيد حسن نصر الله يريد قتله لسبب نفسه الذي قتل من اجله الرئيس رفيق الحريري واللواء سامي الحسن ورجالات اخرين من لبنان وهو الهيمنة التي ينتهجها نصر الله وحزبه والتي تجعله يرتكب كل المحارم اكد رئيس حزب الكتائب الرئيس اميل جميل تمسكه بتشكيل حكومة انقاذ نظرا الى الاستحقاقات السياسية والاقتصادية التي يقتضي ان يتحمل القادة اللبنانيون مسئوليتها مشيرا في حديث للاخبار الا انه لا يعتقد ان حكومة تكنقراط او وزيرا تكنقراطيا يمكنه تغطية الجيش وقوى الامن الداخلي في حوادث كالتي شهدتها طرابلس وعكار وبيروت وصيدة واشددها على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها وان في ظل القانون النافذ حاليا واضعا موقف البطريارك الراعي في سياق احترام الموعد الدستورية للاستحقاقات واضاف سنحضر كل جلسة لمجلس النواب بندها الوحيد قانون الانتخاب جريح خمسة اشخاص في صيدة واعتقلت القوى الامنية عددا اخر بعدما تطور اشكال بين بائعي الخضار الى تضارب بالعصي وصحب للسكاكين على خلفية اختلاف الاراء بين مؤيد ومعارض للقرار الصادر عن المجلس البلدي والقادي بازالة عربات الخضار كافة وقد نفذت وحدة من شرطة بلدية صيدة القرار الصادر عن المجلس البلدي قبل اربعة ايام في التقرير الخاص نقابة الممردين والممرضات تطالب بفرض الرقابة على فيلم النجا من مقص الامن العام تقرير جوال ازايلي مطلب جديد بفرض الرقابة على عمل فني هذه المرة على اول فيلم اللبناني ثلاثي الابعاد اخر فالنتاين في بيروت السبب نقابة الممردين والممرضات اعترضت على ارتداء شخصية المومس في الفيلم لباس الممرضات ورأت في الامر اساءة وتشويها لسمعة العاملين في قطاع التمريد فرفعت دعوة قضائية لدى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للمطالبة بحذف كل المشاهد المتعلقة بالممرضات وبتعويد مالي قدره 100 ألف دولار اللافت ان الفيلم نجى من مقص الامن العام الذي سمح بعرضه على ان تضع عليه اشارة للراشدين فقط الا ان الجدل الحاصل حوله ادى الى امتناع بعض اصحاب دور السينما عن عرضه الفيلم قبل ما ينزل على الصلاة وردت دعايته على اليوتيوب هالشي اللي ورد على اليوتيوب كان كافي لقلنا انه يشكل مادة تحتى نتقدم بالشكوى لانه كانت واضحة صورة الممرضة على اليوتيوب فيه إساءة لمهنة التمريد وإساءة كتير واضحة يعني في الدور اللي عم تلعبه الممثلة يتمحور حول موضوع التمريد وخاصة انه الممرضات مش بحياتهم الشخصية أثناء ممارستهم لمهنتهم وهذا شيء انه نحنا كنقابي ما رح نقبل فيه ما بتعتبره بس انه لازم يكون في حرية تعبير بالسينما؟ نحنا مش ضد حرية التعبير نحنا مع الحرية شرط انه الحرية فيه إلى حدود وقت اللي بتصير تمس بكرامة الناس نحنا شايفين انه كرامتنا عم تنمس لمن غيرنا عم بيستعمل حريته ونحنا كمان استعملنا حريتنا يعني نحنا لجأنا للمراجع الصالحة نحنا كمان عنا حق الرد حق الرد هو انه نلجأ للقضاء المختص المخرج سليم الترك يرفض الخضوع للرقابة مدافعا عن حرية التعبير في الأعمال الفنية الفيلم مش عم بيحكي عن المرضات بأي شكل فيه لباس مرضى والبطلة بالفيلم أبدا مخصة بالتمريد ما لازم يكون فيه ولا رقيب على المخرج أفروض يقدر يقول شو ما بده قد ما كان الرأي جريء وثائر وفيه يعبر عن اللي بديه وهيدي مشكلة السينما بلبنان عندك الرقيب وعندك النقابات وعندك أصحاب الأحاسيس الخاصة وعندك أصحاب الصلاة كلهم رائبين على الفن خلوا هذا الضوء البسيط يعني لا يقدر المواطن اللبناني يعبر عن حاله طالما هو مقبوع من المحلات الثانية الموضوع بات في يد القضاء فهل ينضم فيلم آخر فالنتاين في بيروت إلى لائحة الأفلام التي خضعت لمقص الرقابة؟ فاحتفالا أقيم في القاعة الكبرى في دير مارلياس أنتلياس قدم المهندس ميشيل عقل كتابيه الأرض ليست ملكا لنا وبالثقافة نبني حضر الاحتفال عدد كبير من الشخصيات الروحية والثقافية وكانت كلمات أشادت بمضمون الكتابين وبأبعادهما الفكرية عقل من جهته أشار إلى أن الثقافة كما الخبز والعلم هي حاجة وحق واعدا أنه مستمر بالبحث والكتاب والتأليف مثمنا دور الثقافة في بناء الإنسان والمجتمع بعد الألان الكويتيون يقترعون والمعارضة تقاطع أهلا بكم من جديد إلى نشرة بيروت اليوم إليكم تذكيرا بالعنوين هدوء حذر يخيم على عاصمة الشمال وتضارب في شأن أعداد القتل الذين سقطوا في تلكلخ السورية الرئيس سليمان يدعو شباب لبنان إلى عدم التورط في مغامرات أمنية أو عسكرية داخل لبنان أو خارجه الطائرات السورية تدك مناطق في ريف دمشق وأخرى قريبة من طريق المطار والقوات النظامية تعود إلى حقل نفطي في شرق سوريا بعد انسحابها منه الأسير حزب الله وأمينه العام خصوم سياسيون ونصر الله يريد قتل للسبب نفسه الذي قتل من أجله الحرير والحسن انتخابات تشريعية في الكويت للمرة الثانية في غدون عشرة أشهر والمعارضة تقاطع إلا الصفحة الرياضية مع الزميلة ساندرين جبرة اليوم في مباريات عديدة كرة خدم بالبوتريات الأوروبية رح نحكي عنا كلها بالتفاصيل تفضلي بألمانيا مباراة منتظرة الساعة 7.5 مساء اليوم بتوقيت بيروت بين البايرن والدورتموند بأبرز مباريات المرحلة الخمسة عشر اللي انطلقت مسام باريح بفوز كبير لدوسلدورف على فرانكفورت 4-0 مواجهة البايرن والدورتموند أصبحت وحدة من أهم المواجهات بكرة القدم الأوروبية خاصة بعد المستوى الكبير اللي عم بقدموا الفريق الأصفر بالسنوات الأخيرة وفوزوا بلقب الدوري الألماني بآخر موسمين على حساب غريم البافاري لكن الأهم هالموسم أن الفريعين عم بكونوا من أقوى الفرق بأوروبا بعد نتائجهم المميزة بالشامبينز ليك بالأخص فريق دورتموند اللي يقدر يتصدر مجموعته النارية ويتأهل للدور الثاني من دون صعوبات على حساب العمالية ريال مدريد، مانشستر سيتي وأجاكس أمستردام رغم أن التركيز على المسابعة الأوروبية أدى إلى تراجع أبطال ألمانيا محليا ليصير الفريق 11 نقطة بينه وبين البايرن يلي ضمن إحرازه لقب بطل الخريف قبل ثلاث مراحل عن نهاية مرحلة الزهاب ربما الترشحات بتصب لصالح الفريق البافاري مساء اليوم كونه عم بيلعب على أرضه بالأليانز أرينا لكن مدرب دورتموند يورجين كلاب بيعرف تماما أنه فوزه رح يسمح لفريقه بالعودة للمنافسة على اللقب أما قائد دفاع الفريق الأصفر ماتس هوملز فأكد على أهمية العودة بالنقاط الثلاثة من ميونيخ ودع الجميع للاستمتاع بهالمبارات يريد توقعها حامية جدا من البداية للنهاية دوربي العاصمة الإسبانية مدريد بين الريال والأتلاتيكو رح يستقبلوا الفريق الأول على أرضه سا 11 المساء بتوقيت بيروت بوقت بلعب بارسلونة الساعة 9 مع بيلباو عنوان المرحلة الـ 14 من الليجة الإسبانية رح يكون مدريدي مع الدوربي المنتظر بين الريال والأتلاتيكو بسانتياجو برنابيو ولأول مرة من سنوات عم بيكون الريال خلف الأتلاتيكو بالترتيب العام لا بل الفريق 8 نقاط لصالح الثاني يلي عم بيحتل مركز الوصافي لهلأ بفريق 3 نقاط عن بارسلونة بوقت الريال بعيد عن غريمه اللدود بـ 11 نقطة كاملة هالشي عم بيزيد الضغط على فريق المدرب خسيم مورينيو المطالب بالفوز فقط إذا أراد الأبقاء على أمانه بالمنافسة لكن مورينيو بيشوف غير ذلك وبيقول أن الضغوط هي على أتلاتيكو كونه عم بينافس على الصدارة وهدفه الفوز باللقب هالموسم وسؤل المدرب المميز عن توقعاته بالنسبة لجائزة أفضل لعب العالم أو البالوندور فكان رده بابي جوارديولا بعطلة طويلة فيكن تسألوه فيتشانت ديل بوسكي مدرب إسبانيا أيضا عنده 3 شهر من دون مباريات لكن أنا عندي ثلاث مباريات بأسبوع واحد وما عندي وقت أبدا فكر بالبلوندور ننتقل لإنجلترا وبطولة البريمير ليج حيث بحل تشيلسي التالت براسيد 26 نقطة ضيف على ويست هام يونيتد العاشر براسيد 19 نقطة وكان تشيلسي تعادل بآخر مبارتين بنتيجة نفسها 0-0 من بعد ما تولى الإسباني رافيال بنيتاز تدريب الفريق خلفنا الإيطالي روبيرتو دي ماتيو وبهالصدد طالب المدرب الإسباني كل الدعم من الجمهور عصر اليوم خاصة بعد الاستقبال السيء يلي تعرض لإله من وقت استيليم الجهاز الفني أما بباقي المباريات المرتقبة اليوم بالبريمير ليج فبواجه فريق أرسنل سوانزي فريق مانشستر سيتي أفرتون فريق ريدنج مانشستر يونيتد وفريق فلهم توتنهم أيضا بكرة القدم وتحديدا الدور الإيطالي في زنبيري حاسي ميلان على كاتانيا بنتيجة 3-1 أما بباقي مباريات اليوم بالدوري فبواجه يوفنتس فريق تورينو انتر ميلان فريق باليرمو ولادزيو فريق بارما نختم مع الفورميلة 1 حيث أكد فيها الاتحاد الدولي للسيارات أنه سيئ ريد بول رونو الألماني سيباستيان فاتل ما ارتكب أي مخالفة خلال سيباق لبرازيل المرحلة الأخيرة من بطولة العالم بالفورميلة 1 وبفضل حلوله سيدس بالسيباق أصبح فيتال البلغ من العمر 25 سنة أصغر سيئ سنن بيحرز لقب البطولة 3 مرات بفريق 3 نئات عن سيئ فراري بطل العالم مارتين الإسباني فرناندو ألونزو وصدر تأكيد الاتحاد الدولي ردا على استيضاح فريق فراري ما إذا كان فيتال ارتكب مخالفة بتجاوزه سيئ توروروسو الفرنسي جون إيريك فارن بما كان ممنوع في التجاوز ولو ثبت حصول المخالفة لكان السيئ الألماني تغرم 20 ثانية وبالتالي تراجع للمركز التامن الأمر يلي كان رح يسمح لألونزو يلي حال تاني بالبرازيل أنه يحرز لأبو الثالث بفرق نقطة واحدة عن فيتال هو اللي كانوا أبرز أخبارنا الرياضية لبيروت اليوم شانتال والجسي العودة لكم شكرا ساردرين شكرا ساردرين في تونس انسحب الجيش من مدينة سليانا مركز الولاية التي تحمل الاسم نفسه وشهدت منذ ثلاثاء منذ ثلاثاء مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين بينما يدوقع أن تبدأ محدثات في العاصمة بين الحكومة ونقابيين وإشار مصدر في الشرطة أن الجيش اقترح قدوم وضمان الأمن لعدة أيام في سليانا لكن وزارة الداخلية رفضت ذلك بدأ الكويتيون الإدلاء بأصواتهم لاختيار بارلومان جديد للمرة الثانية في غدون عشرة أشهر أذلك في ظل مقاطعة واسعة من جمهور المعارضة وبعد احتجاجات شعبية ضد تعديل قانون الانتخابات ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الانتخابات بارلومان موال للحكومة بشكل تام فيما المعركة بين السلطة والمعارضين تتركز على نسبة المشاركة تعتزم كوريا الشمالية إطلاق صاروخ لوضع قمر اصطناعي في المدار بين عشر وعشرين كانون الأول وقت ذلك بعد سبعة أشهر من تجربة فاشل اعتبرها الغربيون اختبارا خفيا لصاروخ بعيد المدى يمكن تزويده بقدرات نووية بعد الاعلام شرطي أمريكي يعين أحد المشردين إلى أحوال الطقس مع زميلة ميشيل حدد مرحبا استفيدوا من الأجواء الصافية الدافية هيدا الويك أند قبل ما يرجع يتحول طقسنا إلى ممطر ببداية الأسبوع اللي جاية مثل ما كنا خبرناكم بنشراتنا السابقة اليوم نهارنا صافي إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة اتجاه رياحة شمالة غربي بيتحول بالليل إلى شرقي الحرارة بتسجل أقصى على الساحل 26 درجة على المرتفعات بتراوح بين 14 و 22 درجة أما بالداخل فبتتراوح درجة الحرارة بين 21 و 23 درجة الرطوبة بتنخفض على الساحل هو خفيف البحر هيدا والجو مثل ما ذكرنا صافي إلى غائم جزئيا سوا منروح بجولة من الجو بتخدنا فوق بعض المناطق واضيع اللبنانية لنشوف كيف تقصل اليوم ومنبلش جولتنا من منطقة منجز مع 21 درجة 16 ببشمزين تنورين 17 درجة 20 بزغيرين المختارة 22 درجة 21 بعزور مننتقل لصيدة وصور 25 درجة والروق صافي الخيارة 22 درجة منوصل على الفرز والكمانة 22 والخيطين ببشويت والقع 21 درجة لمحة سريع عن تقص اليوم والأيام اللي جاي اليوم السبت مثل ما قلنا الجو صافي الحرارة بتسجل أقصى على 26 درجة بيتابع التقص على هيدا الحالة نهار الأحد ومثل ما عم بتشوفوا ابتداء من الثانين تصل لعنا الأمطار وبتبلش تنخف الدرجات الحرارة نهار الثالثة للعشرين درجة من بعد هالجولة على تقص لبنان بنختم نشرتنا بجولة سريعة على تقص بعض المدن حول العالم وتفاصيل أكتر عن تقص الأسبوع الجديد بنشراتنا الجاية ختاما إلى صفحة متفرقات سريعة صورة مميزة بتظهر شرطة بنيويورك عم يعطي أحد المشردين حذاء لا يلبسوا ويتدفى فيه بما أنه كان عارل قدمين بليلي بيرد كتير نشرت على صفحة شرطة نيويورك على فيسبوك وعملت ضجة إيجابية كبيرة هالشرطة دفع 75 دولار حق الحذاء وحصل على 25% حسم من بعد معارف صاحب المتجر أنه بده يقدمه لمشرد على الطريق نجمة برنامج الواقع Keeping Up With The Kardashians كم كارديشين عاملت ضجة كبيرة بين معجبينها لدى وصولها إلى الكويت بإطار جولة تروجية بالشرق الأوسط كم افتتحت متجر للميلكشيك فيديو مهضوم كتير نشروا البيت الأبيض لكلب العائلة الرئيسية الأمريكية بو هو عم بيكشف على زينة الميليد قبل ما يزور البيت أكتر من 90 ألف شخص ليشوفوا الزينة يلي كمان بو طلع له حصة منه مع مجسم طبئ الأصل عنه مع قبعة بابا نوال على راسه إلى هنا نصل إلى ختام نشراتنا لمزيد من الأخبار تابعوا في القسم الثاني حوار مع زميلة دونيز رحمة فخرة مع عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب إلي ماروني شكرا للمتابعة وإلى اللقاء إلى اللقاء